السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الشباب اليوم رح نشرح كيفية إضافة الترجمة إلى متصفح فيرفوكس وتقدر ترجم أي صفحة بكل سهولة فلا تنسون دعمنا بالله كل اشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة شافة جدا بسيطة كل عليكم تسوونها تتحون متصفح بعدين تروحون على الثلاث شرطات اللي فوق على الإسهار ومن هنا كل عليكم تسوونها تروحون على خيار الإضافات والسيمات وتروحون على البحث تكتبون ترجمة بعدما تكتبون في البحث ترجمة بيظهر معاكم ترجمة جوجل تضغطون عليها من هنا وتضغطون أضف إلى فيرفوكس وهنا تضغطون إضافة وتضغطون حسنا فكذا الآن إن شاء تم تفعيل الإضافة معنا الآن كل عليكم تسوونها تروحون على أي موقع إنجليزي راح نروح مثلا على ويكيبيديا ونضغط إنجليش فتفتح معنا هذه الصفحة الآن بنترجم هذه الصفحة إلى اللغة العربية كل عليكم تسوونها تروحون على أيقونة الإضافات هذه وبعدين تضغطون على الإضافة هذه وتضغطون ترجم كذا بشكل مباشر لو تلاحظون ترجمت معنا الصفحة بالكامل إلى اللغة العربية إذا حابين ترجعونها إلى اللغة الإنجليزية تضغطون إظهار النص أيضا عندكم هذا الخيار يسويتوا عليه علامة صحبة هذه الطريقة أي موقع تدخلون عليه باللغة الإنجليزية راح يترجم لكم إياه بشكل تلقائي إلى اللغة العربية فهذه كان الطريقة يا شاب كل اختصار لا تنسون دعمنا باللاعي وكل اشتراك نشوفكم على خير مع السلامة